بعد دخولها بوقت قصير حذرت الأمم المتحدة من أن قافلة المساعدات الإنسانية التي عبرت إلى الغوطة الشرقية المحاصرة معرضة للخطر جراء تجدد القصف على المنطقة رغم ضمانات قدمتها الأطراف المعنية وبينها روسيا منسق الشؤون الإنسانية في سوريا علي الزعتري أعلن في بيان مقتضب إن القصف قرب دوما يعرض قافلة المساعدات المشتركة بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري للخطر وكانت أطراف مدينة دوما تعرضت لحوالي خمس غارات على الأقل وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد وقت قصير من دخول قافلة المساعدات إلى الغوطة الشرقية وجددت الأمم المتحدة وفق الزعتري الدعوة إلى وقف الأعمال القتالية في المنطقة وإلى التهدئة في كافة أنحاء سوريا بحيث يمكن إيصال المساعدات بأمان إلى الأشخاص المحتاجين المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق إنجي صدقي قالت إن القافلة دخلت وسيتم العمل على إيصال ما تبقى من المساعدات التي لم يتم تسليمها من القافلة السابقة جراء كثافة القصف المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف هنريتا فوري كانت قد وصفت ما يجري في الغوطة بأنه جحيم على الأرض للأطفال وإن المساعدة مطلوبة بشكل عاجل وعلى صعيد موازن قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم التحقق من نحو 67 هجوما على منشآت صحية وعاملنا في المجال الطبي في سوريا في كانون الثاني يناير وشباط فبراير من العام الجري وهو ما يعادل نصف الهجمات خلال العام الماضي بأكملها ووصفت تلك الهجمات بأنها غير مقبولة وقال كريستيان ليندي ماير المتحدث باسم المنظمة إنه تم التحقق من وقوع 39 هجوما على منشآت صحية وسيارات إسعاف ومستودعات في شباط فبراير 28 منها في الغوطة الشرقية و10 في إدلب وهجوم في حمص ترجمة نانسي قنقر